مخاوف اقتصادية ضخمة من خسائر كبيرة قد تلحق بإرادات قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة في مصر ولبنان والأردن نتيجة الحرب في غزة التي دخلت شهرها الثاني وفق وكالة ستاندرز أنبورز للتصنيفات الاعتمانية الوكالة قالت في تقرير مفصل لها إن العديد من وكالات السياحة في مصر أبلغت عن إلغاء نحو نصف الحجوزات لشهرين نوفمبر وديسمبر خاصة بين المسافرين الأوروبيين كما أوقفت عدة شركات طيران رحلاتها إلى لبنان منذ منتصف الشهر الماضي وفي تقريرها قدرت الوكالة أن انخفاض إرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين عشرة وثلاثين بالمئة قد يكلف مصر ما بين أربعة إلى أحد عشر بالمئة من احتياطات النقد الأجنبي إذا تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف أما في لبنان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة فقد يتراجع الناتج المحلي فيه بما يصل إلى عشرة بالمئة وفيما يوفر قطاع السياحة في الأردن فرص عمل لنحو عشرين بالمئة من السكان فإنه قد يعاني من انخفاض الإرادات السياحية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال أشهر ما قبل الحرب فإنك إذا تنحن المحلي في مقابلات الغارة والإبنان والجورد هناك إلتقاط المحليات 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 المتحدة لديك أجل الأجلات المتحدة إنكتبة مع مقابلات المتحدة اشتركوا في القناة